موسيقى الوحدة إلى ربع نشرة ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوين استغلال السياسة الخارجية للمملكة المغربية في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة نقرأه في بيان صدر اليوم عن الدوان الملكي جلالة الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب وضع القضية الفلسطينية في منزلة الوحدة الترابية للمغرب وقف البيان عند التجاوزات والمغالطات الخطيرة لحزب العدالة والتنمية ضيفنا المحلل السياسي للقناة مساوي العجلاويت في أفق تحيين الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة من جهتي لعيون الساقية الحمراء الداخل واددها بانطلقت اليوم المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة على أن تغطي باقي الجهات في بحر مارس الجاري ضيفتنا من العيون وزيرة الانتقال التاقي وتنمية المستدامة ليلى بن علي في سؤال التنمية المستدامة تطرع إشكالية الإجهاد المائي من جديد والإجراءات المتخدة في مسعى التكيف مع هذا الواقع والمثال الأخير يتجلى في حضر زراعة البطيخ في الجنوب الشرقي الموضوع يستوقف ناديا اليوبي في فقرة ظهيرة الابنين بيئتنا أسماء جديدة تعزز صفوف الأصود في وديتي مارس الأولى أمام البرازيل والثانية أمام البيرو الوضع الصحي ليسين بونو المصاب بالأمس في مبارة ناديه الأندلسي قضية أشرف الحاكمي والحملة التي يتعرض إليها رئيس الجامعة من بين ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني وليد الرغرغي من الرباط تنضم إلينا موفدة القناة إلى الندوة جهان جهوري إلى تفاصيل الظهيرة أهلا بكم تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس القضية الفلسطينية وضعها المغرب في منزلة قضية الوحدة الترابية وموقف المغرب ثابت ولا رجعة فيه ولا يخضع هنا للمزايدات السياسوية أو الحملات الانتخابية نقرأ في بيان للدوان الملكي السادر اليوم البيان توقف عند المغالطات والتجاوزات الخطيرة لحزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل في بيان الدوان الملكي استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة البقية معك جليل بنفتا أربع نقاط مهمة تضمنها بلاغ الدوان الملكي السادر اليوم بخصوص بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السادر مؤخرا البيان حسب بلاغ الدوان الملكي تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي هذا الصدد أكد بيان الدوان الملكي على ما يلي أولا إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعت فيه وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملكة أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملة الانتخابية الضيقة ثانيا إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك بحكم دستور ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا لبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية ثالثا يضيف بلاغ الدوان الملكي إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار لسيما في هذه الدرفية الدولية المعقدة ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة رابعا إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل ثم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع ويؤطره البلاغ الصادر عن الدوان الملكي بتاريخ العشر من دجنبر 2020 والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملكة والرئيس الفلسطيني وكذلك الإعلان الثلاثي في الثاني والعشرين من دجنبر 2020 والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجبعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار حيث عبرت عن انخراتها والتزامها به وضيف الملف الأستاذ موساوي العجلوي الأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات المحلل السياسي للقناة الثانية ينضم إلينا من رباط أستاذ موساوي العجلوي أهلا بك إذن بحكم الدستور السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص جلالة الملك محمد السادس كما أكد على ذلك البيان الصادر اليوم عن الدوان الملكي والعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل حظيت بإجماع القوى الحية القيادات السياسية الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية المهتمة بالقضية الفلسطينية إذن هناك إجماع شدد على هذه النقطة البيان الصادر اليوم عن الدوان الملكي نعم هو ما تطرحينه مرتبط بالشق الدستوري فيما يتعلق باختصاصات الملك هناك الباب الثالث بجميع فصوله يعطي للملك اختصاصات في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للمغرب المغرب له هندسة دبلوماسية معينة يقودها جلالة الملك وتنفذ على المستوى الرسمي من وزارات الخارجية وعلى المستوى الشعبي والموازي من البرلمان من الأحزاب من النقابات الجميع يمارسوا هذه الدبلوماسية فهناك نسق قوي للدبلوماسية المغربية البيان هو دعوة للانضباط للأحزاب السياسية وبالخصوص إلى هذا الحزب الذي أصدر بيان يوم 4 مارس بخصوص القضية الفلسطينية الانضباط في إطار توابط الأمة المغربية وفي إطار الدستور الذي صادق عليه الشعى المغربي في 2011 فهو دعوة إلى الانضباط لهذه التوابط الدستورية فيما يخص هناك على المستوى الدستوري أيضا داخل البرلمان بغرفتين هناك لجنة للعلاقات الخارجية يمكن لأي حزب أن يستدعي وزير الخارجية أن ينتقد أن يتساءل أن يطرح عدة أشياء لكن الأهم والعمق للسياسي الذي غاب في بيان حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة بالأحرام وهو غياب الحس السياسي هناك دائما في الخطاب الملكي الرسمي والشعبي وعدد من المستويات هناك التأكيد على أن القضية الوطنية هي بمثابة القضية الفلسطينية هي بمثابة القضية الوطنية بما أن هناك إجماعا على القضية الوطنية فيجب كذلك وفق هذا المنطق أن يكون هناك إجماعا على القضية الفلسطينية فالبلاغ الدول الملكي أعتقد هو دعوة إلى الانضباط لهذه التوابط الدستورية الانضباط إلى الثوابط الدستورية كما قلت موساد مساوي العجلاوي هنا توقفنا عند الشق الدستوري دعنا نقف عند الشق الثاني في البلاغ الصادر اليوم عن الدوان الملكي استغلال السياسة الخارجية للمملكة المغربية في أجندة حزبية داقلية يشكل سابقة خطيرة ومرفودة والبيان الصادر اليوم عن الدوان الملكي توقف عند التجاوزات والمغالطات الخطيرة لحزب العدالة وتنمية في هذا الباب العلاقات ما بين المغرب ودولة إسرائيل لهذا مصار لا يلغي الثوابط التي توقفتم عندها وهو موقف المغرب الثابت واللا رجعة فيه حول القضية الفلسطينية فقط بعجالة أن أذكر رسائل ملكية إلى رئيس اللجنة الأممية المتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني رسائل ملك إلى رئيس السلطة الفلسطينية زيارة سماعي الهنية مبارسة بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في 22 ديجمبر 2020 مواقف أهلنا في المقدس في الدفة الغربية في غزة هذه كلها لم تنتقد الاتفاق الثلاثي أو علاقات المغرب مع إسرائيل لأنه أقل بكثير من علاقات عدد من الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل فالجانب أو الشق السياسي هو أنه يمكن لأي حزب أن يمارس السياسة خارج الواجب الشرعي يمكن لأي حزب أن يمارس السياسة والانتقاد بتوافق مع مرجعيات وإلا ستكون هناك فوضى أعتقد لأنه بالنسبة لحزب العدل والتنمية لأمانته بالخصوص وفيه رجال وطنيون أتمنى أن يسارعوا إلى توضيح هذا الأمر أن السياسة يمكن أن تمارس في إطار الوضوع في إطارنا المغرب له علاقات واضحة مع إسرائيل دائما يقول أراضي المحتلة دائما ينبه إلى خطورة الوضع وما يجري من تهويد وما يجري من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويكفي أنه في إبان مباريات كرة القدم كأس العالم الأخير أن العالم المغربي رفرف في كل مدن وبلدات الدفة الغربية وغزة هناك شعور قوي للفلسطينيين أن المغرب يلعب دور كبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية يوميا وبدون شعارات فلماذا هناك خطأ أعتقد هناك خطأ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية به رجال ونساء وشباب يمكنهم أن يصححوا هذه الأمور ونتمنى أن نرى ذلك في الساعات أو الأيام المقبلة هل يمكن أن نصف موقف بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه خروج هو العنوان البارز هو خروج عن الإجماع الوطني فيما يخص هذا الملف بالتأكيد بالتأكيد لأن هناك مص هناك فقرة فقرتان أساسيان في بيان الأمانة العامة الأول موجه إلى وزير الخارجية واتهامه باتهامات خطيرة جدا والتاني هناك توظيف لكلمات الواجب الشرعي يا سادة لا يمكن أن نمارس في إطار دستور 2011 الذي قاده حزب العدالة والتنمية في تطبيقاته وتنزيله لمدة عقدين من الزمان بعقدين من الزمان أنه لا يمكن أن نمارس السياسة والعلاقات الخاجية بالواجب الشرعي فهناك خروج كما قلت هناك ليس فقط ولكن تنبيه إلى أن البيانات السياسية المقبلة لهذا الحزب وأيضا الخط السياسي المقبل يجب أن يحترم مطلقا الباب الثالث من الدستور بمعنى اختصاصات الملك شكرا لكم أستاذ موساوي العجلوي الأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات المحلل السياسي للقناة الثانية شكرا لكم كنتم معنا مباشرة من الرباط في أفق تحيين الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة انطلقت اليوم من جهتين العيون الساقي الحمراء والداخل واد الدهب انطلقت اليوم المناظرات الجهوية حول تنمية المستدامة على أن تشمل باقي الجهات وفق أجندة تمتد إلى العشرين من مارس الجارية وكان من المفترض أن تنضم إلينا مباشرة من العيون وزيرة الانتقال الطاق وتنمية المستدامة ليلى بن علي لكن لطارئ في آخر لحظة تعذر عليها الانضمام إلينا في هذا البت المباشر للظهيرة في سؤال تنمية المستدامة يطرح إشكال الإجهاد المائي من جديد والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في مسعى التكيف مع واقع الإجهاد المائية والمثال الأخير الذي يدخل هنا ضمن سياق هذه الإجراءات المتخذة من طرف المغرب المثال الأخير بعنوان حضر زراعة البطيخ بنوعيها في الأراضي الزراعية بالجنوب الشرقي والصور التي تشاهدون من مدينة الراشدية التي انضمت هي الأخرى إلى المناطق التي تم حضر زراعة البطيخ فيها أمام واقع الإجهاد المائي الإجهاد المائي وسؤال التكيف مع التغيرات المناخية والخصاص المائي الموضوع يستوقف ناديا اليوبي في بيئتنا أهلا بك ناديا إذن اليوم هناك قرار مذكرة صدرت بحضر زراعة البطيخ في الجنوب الشرقي أكيد أن هذه المذكرة لها ما يبررها نعم لها ما يبررها لأن صراحة ساكنة منطقة الجنوب الشرقي ضاقت ذرعا بما يعانوه يتكبدوه من إجهاد مائي صراحة هجشت التوازن المائي وكذا نوعية وجودة المياه الجوفية المستعملة في الشرب والريء الزراعي في منطقة الجنوب الشرق المغربي تجعل ساكنة المنطقة تعاني بالفعل من إجهاد مائي كبير حتى باتت الساكنة على شفى حفرة من كارثة إنسانية عنوانها العطش وضع ما كان ليمر مرور الكرام خاصة في منطقة شبه صحراوية أتت سنوات الجفاف على الأخضر واليابس فيها وأجهزت بعض الزراعات على ما بقي من مخزون المياه بها كزراعة البطيخ الأحمر التي تستنزف المياه والتي انتشرت كالنار في الهشيم في الجنوب الشرقي وأضحى قرار منعها موضوع مذكرة وزارة الداخلية التي منعت زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه سكينة الجنوب الشرق ضقت ذرعا بهذا الاستنزاف العلني للمياه وكانت هذه هي ارتساماتهم لنتابع منتجات المنطقة يستعلكوا واحد شوية ديال الماء ليس بحل تلاح تلاح تستعلك بزف ديال الماء تلاح تستعلك كايبغي الماء كايبغي الماء بزف وحنا في هذه المنطقة جفة شوية وعندنا المشكلة مع الماء موسمية أنا بالنسبة لي ضد الفكرة باش يدخل شي منتج أخر من غير منتج المحلي والدوال وحنا كان عانو دبا في ديال في الماء حي دلح فرشة المائية في المنطقة ديالنا المشكلة ديالها هو الأبر الموجودة بكترة بدون مراقبة وبدون أي ترخيص وإن شاء الله رحمن الرحيمين نطلبهم للمسؤولين يعودوا يراقبوا هذا الأبر للحفاظ على الفرشة المائية ونحن نستمع إلى هذه الشهادة كي بلك أنه كان هناك وعي بأهمية الحفاظ على الفرشات المائية السؤال الذي يطرح كم تستنزف هذه الزراعة أي زراعة البطيخ مثلا من المياه حتى المياه الجوفية هناك أرقام مهولة صراحة كانت قد كشفت عنها مثلا وزارة التجهيز ووكلة الحوض المائي فيما يتعلق بزراعة ليس فقط البطيخ الأحمر حتى حبة الأفوكا وليس في المغرب فقط في العالم تستنزف هذه الزراعة إذن الزراعة أو التعاطي مع زراعة البطيخ الأحمر سناء صراحة لم يتوقف عند حدود الجنوب الشرقي بل قررت وزارة التجهيز والماء بتنصيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية منع زراعة الفواكه المذكورة أي البطيخ الأحمر وصفر بإقليم طاطا مثلا وتخفيض المساحات المخصصة للبطيخ الأحمر بثلاثين في المائة وفي زاقورة بنحو سبعين في المائة قرار كان قد أعلن عنه وزير التجهيز والماء النزار بركة في وقت سابق من شهر فبراير ومن بين الأسباب التي فقمت أزمة المياه في مناطق جنوب الشرق المغرب زراعة البطيخ الأحمر التي بدأت بمساحة ألفي هكتار في عام الفين وثمانية ووصلت إلى عشرين ألف هكتار في عام الفين وسبعة عشر وقد كشفت دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي أن حجم موارد المياه التي تستهلك في زراعة البطيخ صراحة هي تتجاوج اثنتين عشر مليون متر مكعب سنويا وهو ما يكفي لتحقيق أمن مائي في المنطقة كيلوغرام واحد مثلا من البطيخ يستهلك خمسة وأربعين لتر من الماء في حالة الاعتماد على تقنية التقطير بينما يتطلب هكتار واحد مزرو بأشجار الأفوكا مائة ألف لتر من المياه المروية يوميا يتطلب الأمر هنا ما معدله ألفين لتر من الماء لزراعة كيلوغرام واحد من الأفوكا وفقا لشبكة البصمة المائية الدولية نختم هنا بالقول أن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب في السنة من الماء لكن 88 في المئة هي التي تستخدم في السقي في المغرب لباقي القطاعات الإنتاجية إذن هنا نقارن بين الكمية التي تدخل أجل هذه الزراعات وما تحتاجه هذه المناطق من مياه زراعة لا تتلأم مع هذه المنطقة مناطق صراحة وهنا تبدو أهمية بعض المبادرات صديقة للبيئة لأنك تتعامل بذكاء مع معطى الخصاص في الماء نعم خلال السنوات الأخيرة كان الحديث عن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب أيضا في منطقة الجنوب الشرقي وكنا نبث روبرتاجات كثيرة في هذا الموضوع نما الحس بالمسؤولية لدى مجموعة من شباب كلية الطب ورأوا في أنه يجب عليهم أن يتآهبوا ويتوجهوا إلى هذه المناطق لأزل تقديم حلول بديلة هم ثلة من طلبة الطب ينضون تحت لواء نادي الاستثمار الأخضر التابع لكلية الطب بمدينة الدار البيضاء ستشعروا معاناة ساكنة السرير بزاقورة مع الخصاص في الماء فقرروا التخفيف من معاناتهم من خلال مبادرة تقضي إعادة استعمال المياه العادمة وتنقيتها وتوجيهها نحو سقي مساحاتهم الخضراء بهذا لم تضيع لنتابعه ندروا واحد السيستام تدوير المياه سنحافظ على الماء نظرا لنتابعه الماء الذي يدفق من صنابير ستخزن هنا في السهريج السهريج ستتعمل في السقي الأشجار في المدرسة وبذلك سنحافظ في تدوير ندرة المياه ندروا هنا المشروع سيكون تغيير صنابير بصنابير إيكولوجي الذي سيحافظ على الماء وهناك سهريج الذي سيجمع الماء الذي سيضيع في الصنابير سيجمع لكي يسقينا الشجر وهذا سنعود نغسله هذا الإيكولسيستام وذلك في إطار المشروع من أجل تحسيس توعية الأطفال المدرسة بأهمية الماء وندرة في المنطقة قمنا ببناء هذا الخزان الذي تتجمع فيه المياه التي نستعملها في غسل الأيدي خلال فترات الاستراحة وبعد يوم أو يومين نعيد استعمالها في سقي هذه الأشجار والنباتات العطرية حسد تحت الأطفال الحمد لله نعم الأطفال يعون جيدا بمشكل الخصاص في منطقتهم يقومون بالاقتصاد في استعمال هذا الماء وهم أيضا وجهوا النداء وستقبلوا بصدر هذه المبادرة وهي واحدة من المبادرات التي نستقبلها عن طريق عنواننا على صفحات فيسبوك ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر رقم الذي وضعناه ورهنا إشارتكم رقم الواتساب وهو 06-24-35-58-46 نحن نرحب بكل المبادرات صديقة للبيئة مثل هذه المبادرة التي تستحق التشجيع ونقول شكرا لكل هؤلاء الشباب أليس كذلك سنة يستحقون الشكر مننا كل الشكر وبيئتنا تستمر في استقبال هذه المبادرات إلى الاثنين المقبل إن شاء الله ناتيا وفق المعطيات الأخيرة الصادر عن المندوب يسميا للتخطيط معدل البطالة يصل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة نحو 32.7% أطلب وخرجوا الجامعات أساسا تنقصهم الكثير من المهارات الذاتية ما دفع جامعة القاضعيات بمراكش إلى فتح مسالك تعليمية جديدة لتعزيز القدرات والمهارات العملية لدى الطلاب روبرتاج حسن هوبان رفيق أغومات تواصل محترف تقوية المهارات الذاتية والمعرفية لا يحس الطلبة وخرج الجامعات هنا بمرور الوقت فالتكوين تطبيقي عملي مباشر هذه حصة يستفد منها ضعاف البصر والمكفوفون كذلك بجامعة القاضعي حقيقة هي التفاة طيبة ومبادرة مزيانة بزاف تدخول لنحن كطلبة وكناس أخذوا الإجازات لهم باش أنهم يولجوا لسوق الشغل طلبة عند تخرجهم من الجامعة يجدون صعوبات كبيرة في ولوج سوق الشغل لذلك فالمهارة الحياتية جد مهمة من أجل تسهيل وجول ولوجهم ووفق معطاية رسمية يبقى أعلى معدل للبطالة في صفوف الشباب هو 61% ويسجل في صفوف الشباب حامل الشهادات ذات المستوى العالية هذه الورشة لها أهميتها وراهنيتها لأننا بصدد تجديد العرض التربوي يعني بصدد إنشاء مسالك مسالك جديدة مسالك مبتكرة مسالك للتمييز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إطار موضع البرنامج الوطني لتسريع التغييرات في النظام التعليم العالي طريق خريجية الجامعات نحو الحصول على العمل لا يكون عادة مفروشا بالورود بعد حصولهم على شهادات جامعية تلزمهم المهارات العملية المختلفة يحتاجون اليوم إلى كل مبادرة المجتمعية تحقق هذا الهدف وتتابعون في الشق الثاني ميناء الظهيرة البرمجة الرمضانية المساحة الأكبر للإنتاجات الوطنية ما يطلبه المشاهد في سؤال الظهيرة وضيفة ركن الظهيرة الممثلة سلوى زرهان أسكار هذا العام لا يشبه ما سلف بدون السجادة الحمراء لأول مرة منذ ستة عقود وفيلم كل شيء كل مكان في نفس الوقت يصنع تاريخ يحصل على سبع جوائس أضاف إلى حراس المرمة اسما جديدا وهو حارس الفتح الرياضي مهدي بن عبيد وخطوط الدفاع الهجوم كما الوسط تتعزز بأسماء جديدة الوضع الصحي لحارس الأسود ياسين بونو المصاب بالأمس في مبارته مع ناديه الأندلسية قضية أشرف حاكمي والحملة التي يتعرض إليها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي من بين العنوين البارزة للندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني وليد الرجراجي اليوم وتنضم إلينا من الرباط جهان جاهورية التي تابعت الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني أول سؤال جهان لكل تابع الإصابة التي تعرض إليها حارس الأسود ياسين بونو بالأمس في المبارة ديارو مع النادي إشبيليا بالأمس كان السؤال حول الوضع الصحي ليسين بونو هل سيكون حاضرا في وديتي مارس أمام البرازيل والبيرو جهان مرحبا سناء بالطبع لكل تحدث عن إصابة ياسين بونو على مستوى الرأس أمس رفقة فريق إشبيليا أمام المريا بالليغة الإسبانية ياسين بونو غادر ليلة أمس المستشفى وقدر ليلة بمنزله وحتى وليد رجراجي الناخب الوطني أكد أنه في اتصال دائم مع محطه وممثل ياسين أكد أنه يتعافى بشكل جيد وسيكون بإمكانه الالتحاق بمعسكر الأسود من أجل وديتين البرازيل والبيرو رجراجي قال بأن ياسين إن كان في أتم الجاهزية فسيكون كالعادة الحارس الأول لعرين الأسود وفي حال العكس فهناك أيضا الحارس الآخر المتألق مونير المحمدي وأشار أيضا إلى استدعاء وتواجد مهدي بن عبيد حارس الفتح الرياضي بيئة اللائحة في إشارة منه ربما لتحصين وتفكير في مستقبل حراسة عرين الأسود سناء إذن مهدي بن عبيد حارس الفتح الرياضي إذن من بين الأسماء التي أضافها اليوم ناخب الوطني إلى قائمة حراسي مرمى الأسود هناك أسماء جديدة كشف عنها الناخب الوطني وليد الرجراجي اليوم تعزيز خطوط الدفاع الوسط كما الهجوم جهان كما كان متوقعا أكيد سناء في اللائحة شهدت الإبقاء والحفاظ على الثوابة الأساسية للمنتخب الوطني بعد الإنجاز التاريخي للنخبة الوطنية بالأراضي القتلية بالمونديال وبالتالي عيننا في اللائحة أسماء على غرار مرابط زياش بوفال حاكيمي وبخلال وآخرين الغيابات كان سليم أملاح للإصابة وأيضا أدم سينة وإلياس الشاعير والمستجد هناك ستة أسماء شادي رياض أيوب العمراوي عفوا أيضا بنجامين بوشواري إبراهيم صلاح وكما قلنا حارس الفتح الرياضي مهدي بن عبيد وعبد القادر عبقار هي أسماء أولمبية شابة يتبين من خلالها أن وليد الرجراجي يفكر منذ الآن في مستقبل المنتخب الوطني في قادمة السنوات وقادمة الاستحقاقات ليس فقط في وديتين البرازيل والبيرو ولكن ربما حتى في الكان وما بعد الكان للحفاظ على المكسب الكبير للمنتخب الوطني وهو الوصول إلى المربع الذهبي للكأس العالمية خارج الشق مبارتين الأسود الوديتين أمام البرازيل والبيرو تحدث الناخب الوطني عن قضية أشرف حاكمي وتحدث أيضا عن الحملة التي يتعرض إليها فوزي القجاع حاليا رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ما هي أبرز النقاط التي توقف عندها وليد رجراجي في هذا الشق تحديدا جهة سناء بنسبة لأشرف حاكمي ناخب الوطني وليد رجراجي قال بأن أشرف قوي داخل الملعب وأيضا خارجه وقال بأن أشرف يحظى بدعمه الكبير ودعم كل الطاقم التقني وأيضا كل الجماهير المغربية فهي وراءه وخلفه في معرض حديثي قال وليد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي فعلى أشرف حاكمي التركيز فقط في الشق الرياضي وعلى مصاره ومشواره الكروي ومن الجيد قال وليد حضور أشرف حاكمي إلى المغرب على هامش مباراتي البرازيل والبيرو لمعاينة هذا الدعم وهذه المساندة الكبيرة والإحساس بها عن قرب فيما يخص فوزي الإقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فكانت النقطة الختمية لوليد الإقراجي بندوى الصحفية لهذا الصباح هنا بالرباط وليد قال بأن ربما فوزي الإقجاع يحضى بدعمه كما على غرار أشرف حاكمي يحضى بدعمه لمشروط ومسندته لمشروط رفقة الأطقم التقنية وقال بأن النقد أو الانتقاد مرحب بهما لكنه يستغرب لهذه الحملة الأخيرة وبالتالي قال بأن رئاسة الجامعة المس برئاسة الجامعة في شخص رئيسها فهو مس بجوهر المنتخب الوطني وبجوهر كرة القدم الوطنية ككل واستعرض في بعض حديث الإنجازات والتألق الذي وصلت إليها الكرة الوطنية لعلى مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية الوطنية قاريا ومحليا والبنيات التحتية الأوراج الكبرى والاستراتيجية التي فتحت الجامعة وبالتالي قال استغرب فقط من هذه النقطة البعيدة عن كل النقد بناء وانتقاد وعن هذه الحملة التي تتعرض لها أو تتعرض لها الجامعة في شخص رئيسها فوز لقجع السناء شكرا لك جيهان جاهوري كنت معنا مباشرة من الرباط وقد تابعت الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني الذي كشف إذن جيهان جاهوري عن تشكيلة تشكيلة الأصود لودياتي البرازيل والبيرو قبل ذلك طبيب نادي إشميريا الإسباني جماهير النادي الأندلسي والجماهير المغربية حول صحة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي أصيب بالأمسية في المباراة وهي الإصابة التي أدخلته المستشفى طبيب نادي إشميريا الإسباني قال إن بونو خضع لفعوصات طبية هو الآن في منزله يتعفى وقد غادر المستشفى كل الشفاء لحارس الأصود ياسين بونو في صفحة الثقافية لظهيرة ملف حول البرمجة الرمضانية مساحة كبيرة جدا للإنتاجات الوطنية تتوزع هنا بين سلسلات سيدكوم الفكاهة والترفي سؤال ما يطلبه المشاهدون طرحه حسن بالرابح في الظهيرة رمضان على الأبواب الاستعدادات على قدم وصاق لاستقبال الشهر الكريم المناسبة هي أيضا فرصة سانحة لعرض أبرز الإنتاجات المغربية من مختلف المشارب إنتاجات تم الإعداد لها وإنجازها وقبل ذلك انتقاؤها قبل أشهر الهدف خدمة تلفزيونية تلبي نهم المشاهد من مختلف الأعمار قبل الأفلام يكونوا في السين تقريبا يكونوا ترفيه وتقايفيه وتكون شوية كوميديا نحن خصنا حويجة زوينين في رمضان لأنه النهار بنادم كاعية كيدخل لدارو وخصوة تكون شي حاجة هادفة وعائلية أنا كمرأة مغربية كانت برامج لتقرب من المشاكل المواطن وتكون دراري الصغار حيث كنا منافسة قوية في البرامج الأجنبية رغم المنافسة قد يل قنوات الخرى ودل الانترنت وهذا كنتبقى لنا نحن الانتاجات المغربية هي المفضلة عندنا أغلب الأسر تلتأم حول مائدة الإفطار حيث أضحت متابعة المنتوجات الرمضانية شبعادة تغري المتفرج كما تجذب اهتمام المختصين في النقدي التلفزيوني القنوات المغربية أو القطعومة بشكل عام استطاع أن ينافس القنوات العربية في محطة سابق عبر الأرقام الماروكومتري أن القنوات المغربية قادرة على المنافسة هذا مرتبط عدة معطيات جويد المنتوج جويد لجنة الانتقاء وكذلك لجنة التتبع وهذه أعتقد بأن القناة الثانية كانت سبقة في هذا المجل خلال السنوات الأخيرة أضحى المنتوج التلفزيوني الرمضاني بجودة يستحسن المتلقي المغربي وهذا لا يمنعنا من طرح إشكاليات تتعلق بصناعة تلفزيونية حقيقية تتجاوز المحلية إلى التصويق خارج الحدود الأسئلة المهمة التي يجب أن تطرح كيف يمكن أن نروج المنتوجين هذا السؤال مهم جدا أن نجعل من هذا المنتوج المغربي منتوجا إقليميا يعني أخذب على اعتبار بقي التجارب القناة الثانية أعدت برمجة غنية ومتنوعة من مختلف الإنتاجات التلفزيونية تحت شعار أحسن رمضان على دوزان دوزان تجمعنا وفي بلاتو الظاهرة تحضر معنا الممثلة المغربية كبيرة أنا عندي سلواء كبيرة بزاف سلواء زرهان أهلا بك سلواء مرحبا بك فرقنا الظاهرة شكرا سناء سليمة سليمة ولا بسمة أمام جوش سلواء قلتي المكتوب ما من نهرب وقلتيها وكتبتيها شنو مكتوب في المكتوب هاد العام ولي مكتوب هاد العام هو سيرورة وتتمد الجزء الأول حيث كان ضمن باللي المشاهد المغربية كان كيستاهل وكان كي تسنى تتمد هذا الجزء هذا إن شاء الله ما غديش نبخلو عليهم بأحدات اللي غديتخرج على النماطية غنحاولنا نبعده كانت تحدي نبعده كل البعد على النماطية وعلى التكرار ومنطحوش في الملل دائما الاختبار نجاح الجزء الأول يضع المجموعة ككل في اختبار صعب يعني الجزء الثاني يجب أن يكون بنفس المستوى اللي لم يكن أفضل من الجزء الأول هو وراء كان واحد ضغط كبير على الكهيل جل التقم كامل الممثلين إنتاج تقنيين واللي الجميل في هذا الأمر هو أن هذا المسلسل لا يبدو أن تعتبره كمسلسل عبر أو التقم كامل يعتبره مشروع شخصي مشروع شخصي واللينا نحس بالانتماء هذا المشروع وهذا المسلسل يجب أن نضع هذا المسلسل قدامنا أن الجزء الثاني يكون حسن من الجزء الأول ومن خلال المشاهد واللاقات التي صورنا نظن باللي سيرتقل وعند حسن نظن المشاهدين إن شاء الله سليمة ستبقى في الفس الشخصية هذا الجزء سنتعرف سليمة سنصل الضوء آخر إلى الجانب آخر من الشخصية لأنه كما رأينا في الجزء الأول كانت شخصية سيلبية إلى صحة القول أننا نسميهها سيلبية فهذا الجزء سنطرق جوانب آخر من الشخصية لها سنفتح إلى القلب سنرى سليمة مغز سليمة مهرسة سيخطو من الموت البابا هالي كان أتعرف بزاف في الجزء الأول سنطرق بزاف الجوانب من الشخصية لها وهذا الجزء ستطلط الضوء على بزاف الجوانب من الشخصية كاملين الشخصية ستطوره ونعيش معهم تطور جاله مكتوب ضمن البرمجة رمضانية على القناة الثانية تابعتي معنا واستمعتي معنا سلوى الشهادات استقع حسن بالرابحة بين البيضوين كان هناك رغبة في متابعة ومشاهدة الإنتاجات الوطنية لكن إنتاجات كالتراعي ذكاء المشاهد كتخرج من ذلك الفكاهة المجانية وهنا كان اعتراب أنه الإنتاج الوطني بدك يحقق الخطوات ألا ترين سلوى أنه ربما وصل مرحلة أنه الإشعاع الإنتاجات الوطنية أنه يخرج خارج مغرب أم أنه لم يحن الأوان بعد إذا قرنا الإنتاجات الوطنية في حالة إنتاجات الوطنية قدروا لاحظوا تخطينا شوط كبير وشوط كبير كثير من ناحية كتابة السيناريوهات من ناحية تنتين إلى من ناحية تشخيص الشخصيات كان نظن الإنتاجات الوطنية تستهل أنها تسوق خارج أرض الوطن وصلت إلى هذه المرحلة سألوى مثلا كان نظن أنه سألتج هذا يخطينا على بلاتفورم مثلا الشاهد والمستسلات المغربية قدرنا نوصل للوطن العربي ومثلا مستسلات المكتوب لاحظنا في رمضان نزل العمل كان خارج أرض الوطن بطريقة مدوية تماما نرى المستوى يستطيع إرتاقي الإنتاجات الانترنسونال باقي لم نصل ولكن نحن في الطريق لدينا مؤهلات يجب غير الرغبة تكون ويجب يجب يخدم بقلبه ويخدم سلوى في رمضان تشاهلي أدوار ديالك مؤهلات بصراحة لا أكذب لك أنا أعمال ديالي لا نرى في الوقت التي تتعرض فيها كنت نتلاح في يوتيوب ويضع على المنصة نقرأ تعليقات الجزء الأول لقد قرأت تعليقات كاملين كانوا تعليقات لا ديالك كيف كانوا تعليقات زوينة ولكن الجميل في الطاقة مدرسة المكتوب أنه يقرأ تعليقات ويأخذ بعين الاعتبار تعليقات حيث نحن ندري الامباكت مع المشاهد نحن نحن نتحدث على المشاهد والمشاهد يتحدث على نفسنا لذلك نقرأ الكومنتار ويجزء الثاني جاء بتعديلات كتوافق وكتلأم الكومنتار التي قرأنا في جزء الأول كل التوفيق سلوى ورمضان مبارك شكرا سنرى ساليمة في هذا الجزء إن شاء الله كل التوفيق سلوى زهرة إذن نواصل في صفحة الثقافية وكما أستفت ذكر في العنوين أوسكار هذا العام لا يشبه ما سلف بدون السجادة الحمراء لأول مرة منذ ستة عقود وفيلم كل شيء كل مكان في نفس الوقت يصنع التاريخ يحصد سبع جوائز يونس رافيا هكذا أعلنها مدوية الممثل الأمريكي هاريسون فورد فيلم Everything Everywhere All At Once يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم متوجا بذلك الجوائز التي حصدها خلال الحفل الخامس والتسعي لتوزيع جوائز الأوسكار هذه الجائزة أهدها لوالدي الذي يمثل العديد من الأباء المهاجرين الآخرين مات صغيرا وهو فخور بي جدا ليس بسبب هذه ولكن لأننا صنعنا هذا الفيلم بما علمني إياه كل شيء كل مكان في نفس الوقت يروي قصة مالكة مغسل أنهاكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية وحصد الفيلم سبعة من أبرز جوائز الأوسكار لهذا العام حيث عادت جائزة أفضل ممثلة للماليزية ميشيل يوعا دورها الرئيسي في الفيلم ومن على ركح مسرح دولبي في لوس أنجلوس بعثت ميشيل برسائل لكل شباب للتشبث بالأمل هي لحظة استثنائية تمنح الأمل وإمكانية الفوز للجميع على مقدار حجم أحلامنا يمكن رفع سقف الطموح وأقول للجميع لا تسمح لأحد بأن يحجم من قدر إمكانياتكم وأحلامكم كذلك فازاكي هوكوان بجائزة أفضل ممثل المساعد ليهدي فوزه هذا إلى والدته بتأثر كبير ودموع منهمرة فيما حصل المخرجان دانيال كوان ودانيال شاينرت بجائزة أسكار أفضل مخرج كما نال ايضا جائزتي أفضل سيناريو وأفضل توليف في الختام نذكر بالخبر الأبرز في الظهيرة استغلال السياسة الخارجية للمملكة المغربية في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة نقرأ في بلاغ في بيان صدر اليوم عن الدوان الملكي جلالة الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب وضع القضية الفلسطينية في منزلة الوحدة الترابية للمغرب وقف بيان الدوان الملكي عند التجاوزات والمغالطات الخطيرة لحزب العدالة والتنمية بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي في الثامنة مساء إحسان بن بل تلقاكم في أنفوسوه المساء في التاسع إلى ربع ليلا مع زكريا سيدة عبد المجيد إلى الغد إن شاء الله